السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطأ كبير بقى فيه كثير من البحثين ألا وهو الانحياز المعرفي يعني أنا بدور على الحاجة اللي بتأكد الفكر اللي في دماغي أو الفكر اللي في دماغي يعني بش بدور على الحقيقة أنا مثلا مقتنع إن مثلا إن البم ده حاجة سيئة فبدور على اللي بأكد أو بقول إن البم ده حاجة حقيقة ولازم النساء اللي تعملها فبدور على النقطة دي بش بدور على هل هي مفيدة ألا بش مفيدة أنا شايف إنها حاجة وهمية أنا مثلا بكره كرة القدم فأتدور على أضرار كرة القدم هل هي ديانة مستقلة ولا هي ريوات وحاجة كده خلينا نشوف مثلا العاملية طبعا لما بندور على الحسبش بندور في جوجل بندور في الموقع العلمية زي جوجل سكولر مثلا أو أي موقع تاني خلينا مثلا نعمل سيرش على أضرار القهوة أضرار القهوة طيب هتلاقي أحذر أضرار القهوة أضرار القهوة سلبياتها أضرار الإفراط بالقبعة الصحة ما هي أضرار القهوة ما أضرار الإفراط بها ما مخاطر أعداد القهوة العربية طبعا خدت بالي أن فيه أضرار قهوة التركي أضرار القهوة في المعدة في الليل بالحليب بالخضرة للنساء للرجال الحوامل للأطفال طيب فوائد التدخين تمام فوائد التدخين أنا أصدق العلم في فوائد كثيرة طبعا للتدخين طبعا التدخين طبعا التدخين هذا العلمي هذا العلمي فعايز أكد أن السجاير لا يوجد دفع يدور عليها حتى قدام نفسه حيث أنه ليس حاجة غلط وده طبعا صحيح جدا وده طبعا حتى ممكن يعني الناس مثلا عايز تحلل الحاكم إن هو أعمل حاجة معينة فبتوق تتقلب هنا ومين ومشمال أعمل حاجة العكس وده طبعا وده طبعا حتى مليه حاجة التي يتأكد أن الحاكم لا يظهر عن الهواء يعني أنه نقول مثلا أنه يظل الله في الأرض مثلا أو كذا تمام فهي الفكرة كلها في كده إن أنت تبقى بالدور على الحقيقة هل فعلا الحاجة دي مفيدة مضرة هل هي حقيقة هل هي سبوبة هل هي كذا لذلك مثلا لما يصدر بحث من شخص معين معروف إنه هو ليه تواجه معينة البحث بيكون في شك معين نعم مش عدر أمثلة وأقول أسماء بس في بعض البحث هو إحنا عارفين إنه هو من قبل ما يبدأ البحث كذا فيه قبل كده طالب في الحدول العربية كان عامل البحث يمين مثلا بعد كده الدكتور المشرف بتاعه تغير فعمل البحث عكسه تماما يعني لها إن الدكتور لرأيه هو كان اختار على مدى الرسالة تمام فمسك كل اللي عمله وعكسه يعني كان البحث يتكلم عن أهمية الشراكية وفوائدها فخلاص أضرار الاشتراكية وهي بتأثر على التدخين والحاجات دي كلها فلازم يكون عندك الشجاعة إن إنت لو عملت البحث وإنت بتدرس وفجأت النتائج غير اللي إنت عايزها تقول لك أهم حاجة النتائج تلاعيت عكس اللي أنا عندك تتعام البحث مثلا تؤكد إن مثلا سوق بالأذون ده مضرر بعد كده شفت إنه بش مضرر ولا ليه أي تأثير وفيها بحث كثير في النقطة دي فتكتب تكتب اللي مليه عليه ضميرك واللي وصل إليه اللي أبحث بتاحتك عشان كده احنا بنقوم ما بنقومنش بالعلم نحن نقومن بأهمية العلم لكن العلم ليس ديانة غير قابلة لنقوش أي نظرية علمية تقدر تنقشها وممكن تثبت نظرية بتاحتك إنها صحة أو غلط ممكن نظرية تقتنح بها ملايين الناس ولمدة ملايين السنين زي إن الأرض بتدور حواليه إن الأرض هي مركز الكون وشمس اللي بتلف حواليها وإن الأرض مسطحة وكل حاجات دي كتفات المفترات مجرد إن انت تناقشها ده معناها سخافة إنما لازم تناقش ويبعندك العلمية اللي تفترض إن انت غلط اللي تفترض إن كل اللي انت عرفته غلط وتطور من نفسك وتحسن فيه